السلام عليكم ورحمة الله ازايكو حبايب عاملين يا رب كنوا بخير وبصحة وعافي حبايب قلب النهار دا حبايب جايين نعمل مع بعض ايه العتس في الجو الجميل دا حبة الكمون وحبة الشطة وياه لو رغيف كده محمص تحفة 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 حبايب النهار دا جايين نعمل وصفة تلاتة في واحد ازاي يا ويدا دي شربة عتس سادة ما فيهاش اي اضافات وده العتس بالشعرية تعملي فتة برحتك وده بقى عتس برز رز يا ويدا اه عتس برز هنشوفها نعمله ازاي دي بقى طريقة بتاعت جدتي الله يرحمها بصراحة كنا ابنا كل فيه اكل لا يرحمها ويسامحها حبايب قلب يتفرج على الفيديو لايك وشير كتير واللي مش مشترك يشترك يا حبايب يلا بينا نبدأ كلامنا بالصلاة عن نبيه ونسمى باسم الرحمة معانا نص كيلو عتس بنقينه كويس وغسلينه كذا غسلة معايا بطستايا معايا جزرايا ارنيفلفل احمر طوم حبيتين طماطم بصلاية كبيرة خلاص جبنا الحلة اللي هنحط فيها العتس بتاعنا بصراحة عطى مية عشان المية كانت مقطوعة عندي حبايب قلبي خلاص حطى المية التحتي في الحلة هحط كل الخضر بتاعنا او العتس مع طماطم مع البصل كله على بعضه هي دي الطريقة بتاعتنا بتاعت زمان يا حبايب قلبي ولا تشويح ولا بتاع انا عاملا قبل كده هو على القناة بس مشوحة مشوحة البصل والحاجة بتاعته لا انا هعمله لكم بالطريقة بتاعتنا بتاع الزمان حطناه على عين البتاجاز هنغطي مفيش عشر دقايق وهنعين الغطى نشوفه عشان ده بيفور يا حباب يخلي بالكو عيننا الغطى هنشيل كل الريم اللي على الايه؟ الوش ده عيننا عليه عشان لا يشرب المية ويتلسع مننا حباب شوية وعينت لقيت المية نقصد هزوده حبة مية لقيته المية نقصد زوده شوية مية ويكونوا مواطين عين البتاجاز خلوا بالكو عينت بردق الغطى لقيت المية حلوة رحت مغطيها تاني بس ايه الغطى موارب اوعوا تغطوها بعد ما يفور اول مرة ما تغطوهاش لقيته خلاص كده استوى معانا هنضربه بالهند برندر واول ما ايه ما ضربه كده ضربته اروح حاطة التوابل معلقة بابركة صغيرة معلقة كمون شعرة فلفل اسود والملح اضربه ضربه كمان حبيبا وزي ما انتو شايفين كده خلاص دي كده شربة عدس هزود عليها بس معلقة سمنة اسمها كده شربة عدس سادة معلقة اي اضافات هاخد بقى في الوقت ده بولا او حبت عدس من الايه الشربة اللي انتو شايفينها حبيب دي اسمها شربة عدس خلاص يا حبيبي كده بقى انا هعمل بتاعي الرز ايه اللي ايه بنقول عليه وصفة جدتي حطت حبت رز امت ما فيش ما تكملش نص كوباية وحطتها عليها حبت عدس وحطتها على عين البتجاز الزغيرة العدس بقى ايه ابو شعرية جابت معلقة السامنة وحطت الشعرية كده لقيتها حبت صغيرين بصراحة انا بحب الشعرية في كتير يا حبيبي رحت محمرها ونزلت على بقية حبة العدس اللي عندي ما فيش هتاخد غلوتين هكون موطية عين البتجاز عشان كل ده الحاجات دي بتلزق في اعرل ايه الحلة وعيني عليهم وايدي فيهم قلبتي هنا هلاقيها خلصت هاركنها بقى على جنب خلاص اللي هو العدس ابو شعرية وده العدس ابو رز موطية عليه عين البتجاز حلو جدا عشان الرز بيلزق جامد بصراحة انت خلاص استوى معايا الرز جبت بقى بصلايا ومعلى السامنة هحمر فيها كده زي ما انتوا شايفين تحفة 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 هتاكلوا في اكل ده بقى بيتغمز بالعيش البلدي مش قادر اقول لكم تحفة جميل جدا اوالله احنا بنحبه مش قرده اقول لكم انا بحبه قدين خلاص بقى معانا تلات حكايات من العدس او تلات وصفات من العدس حبيبي حبة الكمون حبة الشطة مش هقول لكم طعمه ايه بصو شعبة العدس سادة ما فيهاش اي حاجة والشعرية تحفة الرز تحفتين مش بقولها كده حبيبي اتمنى ان يتفرج على الفيديو لايك وشير كتير يا حبيبي قلبي اوعوا تنسوا اللي مش مشترك يشترك واش سبكم فرائي چلنه